أنا أتصور أن الأمريكان حريصين اليوم على شيئين في الخليج تفكيك الحالة الإسلامية في الجزيرة العربية تفكيكها تماماً يعني والشيء الثاني إعادة صياغة للمجتمعات الخليجية والجزيرة لأن الأمريكان جايين هنا وناوين يمكثون ومكثهم هذا مقدمة لمجيء الإسرائيليين وغيرهم إلى المنطقة وهذه الحالة الإسلامية هي المعيق الأساسي للأمريكان وغيرهم ولذلك ثمت استراتيجية أمريكية بضرورة تفكيك هذه الحالة الإسلامية سواء مثلت بالحركة الدستورية أو السلف أو غيرها من التنظيمات الإسلامية ولذلك أنا شايف في بحر السنوات القادمة هذه سوف تضيق الدائرة على كافة الإسلاميين وشتى راياتهم ومسمياتهم في إقليم الخليج والجزيرة سوف تضيق الدائرة على كافة الإسلامية